موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في أول أعداد برنامج الإخبارية ترندينج لسنة 2023 نتمنه عاما مباركا طيبا للجميع لكن قبل طي صفحة 2022 دعونا نتعرف على أبرز ما تفعلتم معه وأهم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي البداية لم تكن كما تمناها الجزائريون بإقصاء المنتخب الوطني من تصفيات المونديال لكن دعمكم كان أكبر تعليق عطاء كرويت يقول فيه لقد سجل لكم التاريخ كل الإنجازات التي حققتموها ولا يمكن إنكارها أنتم أبطال وستبقون أبطال مهما كانت النتائج فشكرا لكم جميعا سنبقى نشجعكم ونساندكم وندعمكم بالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله إلى صيف شهد حرائق في مناطق شمالية وشرقية بالجزائر فسجلتم كذلك فيه حضوركم والتفافكم وهذا تعليق إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها رواه أحمد بإسناد صحيح هذه فرصتنا لتوحيد الجهود ونطلق حملة لغرس الخير في كل المناطق المتضررة من الحرائق الطارف، سقهراس، سطيف، القالة وغيرهم لتكن هذه الحملة دفاعا وحماية لمستقبل أفضل إن شاء الله ستون سنة من عبق الحرية تتوج في الذكرى تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد باستعراض مهيب لم يشهد له مثيل تحت أنظار ضيوف الجزائر فشكلت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لأسبيع وتفاعلتم بمختلف التعليق أولها تعليق لصالح يقول فيه استعراض عسكري ذو مستوى عالمين الاحترافية والعبقرية العسكرية من خلاله نبعث رسالة سلام إلى جميع دول العالم مفادها أن الجزائر دولة سلم من يصادقها تصادقه بإخلاص ومن يعاديها ويتآمر عليها وعلى أمنها القومي سيكون جيشها الأبي له بالمرصاد أما تعليق خديجة فجاء فيه نعم إنها الجزائر الجديدة التي حدثتكم عنها إنها عنفوان القوة إنها عنوان الصمود والتحدي الذي كان واضحا لكل العالم بدءا باختيار الضيوف وصولا إلى استعراض عسكري ضخم تحت عرض تم خلاله كل أنواع السلاح الحديث والتقنية المتطورة البرية والبحرية والجوية إلى الباهية وهران التي ظلت في القلب بعدما تألقت وأبدعت وأبهرت في احتضان الألعاب المتوسطية وبالطبع تعليق آخر من كمال الدين درويش يقول فيه الدورة كانت ناجحة بكل المقاييس بداية من القاعات الرياضية والملاعب والجمهور نهاية برياضيين الذين شرفوا الراية الوطنية وحققوا عددا مشرفا من الميداليات إن شاء الله الرياضيين يكونوا هذا تحضيرا جيدا لهم للأولمبياد وتكون هذه الاستضافة بداية لاستضافات أخرى مثل كأس إفريقيا دائما في الجزائر قبلة الثوار تم جمع الفصائل الفلسطينية التي وقعت إعلان الجزائر في مؤتمر لم الشمل للمصالحة الفلسطينية وتفاعلتم كذلك محمد علي يقول نبارك للجزائر وللرئيس تبون إعلان الجزائر للم الفصائل الفلسطينية كما نبارك للأخوة الفلسطينيين الاتفاق التاريخي وبإذن الله النجاح يبدأ من جديد ويهزم الإنقسام لتتوحد المسؤوليات في مواجهة الكيان المحتل وتنطلق رايات الجهاد الموحدة لاستعادة المقدسات وحقوق الشعب وسيادته ثم كذلك لمت الجزائر بعدها وعلى أرضها العرب في الدورة العادية الواحدة والثلاثين لأشغال القمة العربية قمة لم الشمل إسكندر يقول في تعليق اخترناه لكم في الحدث قمة الجزائر هي بعنوان قمة فلسطين ونجاح الوحدة العربية ولم الشمل كان مرتبطا بالوحدة الفلسطينية وقد نجحت الجزائر بلم شمل الفصائل الفلسطينية وستنجح بلم شمل الدول العربية وتعيد ضبط البوصلة من أجل تحقيق مصالح كل الدول العربية وأمنها القومي إلى الحديث عن خوض الجزائر التجربة الناجحة لتشجيع المقاولتية وتوسيع نشاط اقتصاد المعرفة ثم تصنيفها الأولى عالميا في ريادة الأعمال حسب شبكة العالمية لريادة الأعمال وتعليق من صفران يقول فيه الجزائر في طريقها إلى الأمة الناشئة الجزائر مستقبل جديد للابتكار في إفريقيا بعد تطبيق تشريع يشجع ريادة الأعمال تواصل الحكومة جهودها بضخي 411 مليون دولار في الصندوق العام المخصص للشركات الناشئة صندوق الشركات الناشئة الجزائري أما عن منحة البطالة ورفع الأجور فكان هناك استحسان واضح وتجاوب كبير وصدا واسع على المواقع أول تعليق لأبو بكر الجزائر يقول فيه زيادة في أجور العمال زيادة في رواتب المتقاعدين زيادة في منحة البطالة تخفيض أسعار السلع الغذائية وضبطها ومراقبتها اللهم لك الحمد أنا جدا سعيد وأتمنى أن يعم الفرح كل مواطن وأرجو من الله أن يديم علينا هذا الوطن إلى تعليق عبد القادر يقول فيه وداعا عام 2022 ومرحبا بعام 2023 وستكون خيرا على الشعب الجزائري زيادة في الأجور رفع منحة البطالة بطاقة الشفاء والصحة بالمجان توفر مواد الغذائية والطاقة بأثمان في متناول الجميع ميناء الحمدنية ربط الجنوب بالشمال بسكك الحديد وغيرها من الإنجازات التي ذكرها عبد القادر نختم أحداث الجزائر لسنة 2023 بإصدار قانون المقاول الذاتي ثم قانون المالية كآخر فصل للسنة وتعليق رضوان جاء فيه بعد التوقيع على قانون المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2023 من طرف السيد الرئيس عبد المجيد تبون اليوم بكل شفافية جد مرتاح لما جاء فيه من تعزيز وتوطيد المكاسب الاجتماعية عموما الصحة، التعليم والسكن ومن دون اللجوء للتمويل الخارجي ما يدعو للتفاؤل والارتياح أما تعليق ثاني برافو على الشباب لوج سوق المقاولتية بقوة والعمل على الوصول للمكانة المستحقة وتشريفا لهم وللوطن هذا كانت وطنيا جولة أوسع مشاهدين الكرام في عالم جمع بين الأحداث والوقائع فعرضت المواقع التفاعلات والترندات الأبرز لهذا العام عام استيقظ فيه العالم على أكبر أزمة للطاقة منذ عقود بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية التي كانت لها تداعيات على كامل الأصعيدة ياسين الأحمد يقول العالم على أعتاب أزمة ترخي بذيولها على الدول الفقيرة فحرب روسيا أوكرانيا لها تداعيات على العالم عموما فما تشهد بعض الدول والمدن من أزمات في المحروقات والغاز والقمح ومواد غذائية أخرى ما رده لهذه الأزمة إلى عالم مصغر عالم السينما الذي لم يخل من الأحداث البارزة لكن ليس في صناعتها بل عند صناعها فشكلت صفعة ويل سميث في صهرة الأوسكار ومحاكمة جوني ديب هولاً كبيراً جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء تعليق اخترناه من تويتر لعلي منصور يقول فيه النجمان ويل سميث وجوني ديب يمثلان تفكير لجميع الرجال أنه يمكنك الحصول على مظهر جيد والحصول على كل الشهر في العالم والمال الكافي لكن إذ لم تمتلك زوجة جيدة كشريكة حياة ستكون حياتك بائسة ويل سميث هو أشهر ممثل في أمريكا للنصف الأول من عام 2022 حسب تصويت الجمهور الأمريكي ويرجح السبب لترند الصفعة الأوسكارية حيث تفاعل الأمريكيون مع الصفعة أكثر من تفاعلهم مع محاكمة جوني ديب بعدها ليتنفس العالم برفع قيود كوفيد 19 في أغلب الدول وتستقبل مكة المكرمة حججها الميمين بإلغاء التباعد في أداء المناسك وتعليق هلال يقول فيه لأول مرة من سنتين إمام الحرم المكي قال سووا صفوفكم وسدوا الخلل ما شاء الله تبارك الرحمن بإذن الله سيعود كل شيء طبيعي في الحرم انتهت فترة التباعد والحمد لله رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة إلغاء التباعد هذا هو الهاشتاغ أما فلسطين فما زالت تقاوم تقاوم بأبنائها تقاوم برموزها وتقاوم كذلك بإعلامها وتتصدى لضربات عدوها حتى بعد اغتيال الإعلامية شيرين أبو عقلة التي أثرت في القلوب وخلقت ترند على المواقع الجيل اللي ما شفش مشهد استشهاد محمد الدرة المشهد تكرر النهاردة في استشهاد شيرين أبو عقلة المراسلة المشهد يتكرر كل يوم في فلسطين لأن المحتل هو بيزيد طغيان علموا أولادكم أن فلسطين ستظل هي القضية الأهم أما بريطانيا فودعت طيلة عشرة أيام كاملة ملكتها إليزابات الثانية بعد سبعين سنة من الحكم وهكذا ظهرت شوارعها وبالطبع هكذا جاء تعليق على تويتر إنجليزيا كان عام 2022 كارثيا أكثر منه سعيدا حيث أزمة الطاقة وغلاء المعيشة وتراكمات مشاكل بريكسيت وفساد السياسي وتغير المناخ وملف الهجرة وغيرها لكن الأمر الأكثر حزنا كان وفاة الملكة إليزابات الثانية بتاريخ الثامن سبتمبر تم الإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا التي حكمت طوال سبعين عاما لتكون صاحبة ثاني أطول حكم في العالم توالى الوداع إلى رحيل مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف عبدالله القارضاوي فمن التعاليق نشارك معكم واحدا من أقواله كانت قد نشرتها أطلاصة المؤمن يلتزم الاعتدال في الحكم على الناس في الرضا والغضب في المحبة والعداء فإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق وإذا أحب لم يحاب من يحاب بالكذب وإذا عاد لم تبعده عداوته عن الصدق الشيخ يوسف القارضاوي رحمة الله عليه لكن اجتماع العرب في القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية من الأحداث البارزة عالميا فكان يستوجب الإشارة مجددا لنجاح قمة الجزائر قمة لم الشمل تزامنا مع محطة تاريخية رمزية اندلاع الثورة التحريرية خالد يقول انتهت القمة العربية في الجزائر قمة لم الشمل وكانت ناجحة من جميع النواحي مقارنة بالقمم العربية الأخرى طبعا هذا يرجع إلى وزن الجزائر القوي إقليميا ودوليا قرارات قمة الجزائر أعطت الأمل لمعظم العرب بأن قادتهم استشعروا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقرروا لم الشمل وتوحيد الصفوف في ظل كامل هذه الأحداث المتسارعة يتواصل تسارع نمو سكان المعمورة ليصل أول مرة لثمان مليارات نسم على كوكب الأرض ومحمد يقول اليوم ومع انتهاء سنة 2022 بلغ عدد سكان الأرض حوالي ثمان مليارات حيث تضاعف عدد سكان العالم بمقدار أربع مرات في القرن الأخير وتخيلوا أننا انتقلنا من سبعة إلى ثمان مليارات في آخر عشر سنوات فقط ثم نصل نحن لنهاية السنة التي تميزت بالاحتضان العربي المبهر لفعاليات بطولة كأس العالم بقطر ثم تتويجي ليونال ميسي ورفقائه أبطالا للدورة مونديال قطر هو الأجمل والأفضل تاريخيا مقام على أرض قطر التي أثبتت بأن استطافتها للبطول عن جدار واستحقاء ملاعبها الأجمل عالميا حسن تنظيمها يقتدى به يضرب المثل بكرم شعبها وظيافته العربية أفضل حدث وأجمل لحظة عشناها في سنة 2022 فوز ميسي بكأس العالم بعد سنوات وسنوات أحلة تويج بالبشت لكن صحيح أن عالم الرياضة يحتفظ بأسماء تبقى خالدة بأرقامها القياسية وإن رحلت هو حال الجوهرة البرازيلية بولي الذي غادر قبل نهاية 2022 واخترنا لكم هذه المرة تعليقا لنايمار الذي جاء فيه قبل بولي كرة القدم كانت مجرد رياضة غير بولي كل شيء حول كرة القدم إلى فن إلى ترفيه أعطى صوتا للفقراء والسود أظهر البرازيل على الخريطة لقد رحل لكن سحره سيبقى بولي للأبد هكذا مشاهدين الكرام جمعنا لكم مختلفة التعاليق التي كانت دائما محطة تفاعلات كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي كل ودع يجعل القادم أفضل والقادم بحول الله إن شاء الله سنجمعنا وإياكم في عدد جديد يوم الخميس على الإخبارية ترندينغ نتمنى لكم دائما ساعة سانة مميزة مليئة بالنجاحات والأفراح إلى اللقاء إلى الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة